اشتركوا في القناة شكلوا في ملامح هذه الشخصية وعادوا صياغة المنهج ونظموا التفكير ولكل إنسان في حياته قدوة ولكل إنسان له مشارب وله مسالك وله صادف رزق عظيم ومن أعظم أنواع الرزق أن تصادف ناس أكابر خصوصا لو الأكابر دول كابر عن كابر الله يعطيك من العلم المكنون ويعطيك من العلم الموهوب ويعطيك من التقوى والصلاح لأن العلم علمين في مشربنا علم المكتسب وعلم الموهوب فأما العلم المكتسب يأتي من الإجتهاد وأما العلم الموهوب فهو يأتي يا إما كابر عن كابر يا إما بالتقوى اتقوا الله ويعلمكم الله من الأرزاء الكريمة الطيبة التي صادفتها في حياتي وأسجد لله شكرا على أن بلغني إياها وعرفني إياها وجعل محبته في قلبي تشغل مساحة كبيرة وأسأل الله أن يكون لنا محبة في قلبي تصادف نفس هذا التوفيق لأن الله يطلع على قلوب الصالحين فيرى عبادا يغفر لهم ويرحمهم وتقبله بمحبة الصالحين الدكتور محمد أبو هاشم لعل الله قد أرانا فيه شيئا لا يجعلنا فقط نحصل الظن ولكن يجعلنا نتيقن أن لله عباد الحمد لله الذي جمعنا بهم وأورثهم عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مشارب كثيرة فهو القدوة الرحمة المهداة والنعمة المزداة والقدوة الحسنة أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم لعل الله قد أكرمني بمعرفة حضرتك ولا أستطيع أن أنكر أنك ممن أثرت في ملامح شخصياتي وأثرت في طريق التفكير وأخذت من مشاربك مشربا عظيما أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم أهلا بك في هذا اللقاء الممتع الذي يأتي في شهر مبارك هو شهر رمضان بإذن الله أهلا وسلم بك أستاذنا الكبير دكتور حسن راتب وشاكرين لسيادتك هذه الدعوة الكريمة وشاكرين لسيادتك هذه الكلمات الطيبة وحقيقة لقد تأثرنا بك أكثر مما تأثرت بنا وأنت من أهل الفضل والكرم والخلق ودائما منفوح بنفحات من الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن فنحن نسعد دائما عندما نكون بجوارك وفي لقائك واليوم تزاد سعادتنا إذ نلتقي بالإخوة المشاهدين في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذه الليالي المباركة فأهلا ومرحبا بكم جميعا أستاذ الدكتور محمد أبو هاشم سمعت من مولانا الإمام الشعراوي أن لنا في الزأزيق أو في الشرقية بصفة عامة بيتين بيت أبو هاشم وبيت أبو خليل وكان حينما يتكلم عن بيت أبو هاشم يتكلم بحب و باستفادة و بصلاح فأحببناكم قبل أن نراكم الله يكرم وأخذنا من مشاربكم من مشرب الإمام الشعراوي عليه رضا الله في حياة الإنسان ناس لا تنسى وشخصيات في حياتي هذه حلقة مع شخصية عظيمة مثلكم قل لي من الشخصية العظيمة التي تأثر بها أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم وأخذ منها ومن مشاربها ليكون هذا الكيان الإنساني العظيم العارف بالله والملتقي بأحبابه وأصحابه فأحبك من حولك واحترمك كل من يقابلك ويصدفك في الحقيقة أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنني نشأت في بيتي علم و صلاح وتقوى فالجد الأكبر جاء نزحا من الحياز منذ أكثر من 200 عام واستقر في قرية بني عامر بالشرقية وكان يقيم في حارة تسمى حارة الأشراف وكانت له قلوة في مكان بعيد عن البلدة وعندما انتقل أشار إلى أولاده أن ينتقلوا إلى هذا المكان ويقيموا المسجد والساحة والزاوية وأن تنتقل الأسرة فاستقررنا في هذا المكان ويسمى عزبة الشيخ أبو هاشم ثم ورث الطريقة بعده ابنه الشيخ السيد أبو هاشم ثم ورث الطريقة الشيخ علي بن الشيخ سيد أبو هاشم الأكبر ثم جدي الشيخ أحمد أبو هاشم أخو الشيخ علي الأصغر ثم والدي الشيخ محمود أبو هاشم والذي كان له أكثر الأسر في حياتي ومن التقيت معهم في رحابه بدءا من فضيلة الإمام الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله الذي كان ترطن به علاقة نسب وكنا نلتقي به كثيرا مولانا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه كنا نلتقي كثيرا في رحاب والدي وبعد أن انتقل والدي كنت ألتقي به كثيرا السيد محمد علوي المالكي من علماء الحجاز الشريف ممن تأثرت بهم والتقيت به كثيرا مع الوالد وبعد الوالد ومن علماء مصر الكثير والكثير فضيلة الدكتور علي جمعة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم ممن تلتقي بهم أستاذنا الدكتور حسن راتب مولانا طبعا سيدنا الشيخ محمد رضوان عليه رضوان الله سمحت سيدنا الشيخ حسن عباد زاكي الدكتور حسن عباد زاكي كثير التقيت بهم وتأثرت بهم تأثرا كبيرا لكن كان أساس هذا التأثير هو من الوالد لأنه هو الذي نشأني هذه النشأة وهو الذي كان يستحبني إلى زيارة هاء ولاء وإلى لقاء هاء ولاء وكأن هذا كان تخطيط مسبق لأنني كنت الذي سأخلفه في الطريقة فكأنه كان يعدني ويجهزني بأن ألتقي بهذه الكوكبة من الأعلام لكي أتأثر بهم ولكي يكون لهم تأثير واضح في أن ينعكس هذا على المجتمع الذي أتعامل معه والذي أعيش فيه تظل الأشراف الحقيقة لهم سمات ولهم صلاح ولهم أنوار لكن عايز مولانا الشيخ محمد يعني يفسر للناس العلاقة بين لا أسألكم عليه إلا المودة في القربة وكيف تكون مودة آل البيت وكيف تكون مودة هذه العلاقة وإيجاد الوصل بين آل البيت وبين باقي فنشرب من مشاربهم وننهل من مناهلهم موضوع يستاهل أن نقف أصاد شوية ليتعلم الناس في هذه الأيام المباركة محبة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وأنت من آل بيت سيدنا رسول الله الحمد لله لأن نحمد الله سبحانه وتعالى أنمن علي بالنسب الشريف إلى سيدنا رسول الله فأرتبط والحمد لله بسيدنا رسول الله وأرتبط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند في الطريق وأخذ الطريق وأخذ العهد في الزكر إلى سيدنا رسول الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند في الحديث الشريف وكتب السنة متصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله سبحانه وتعالى أحمد الله على هذه النعم الكثيرة أما آل البيت فآل البيت هم السنة العملية وهم السنة التطبيقية وهم من نقلوا حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية إلى الأمة لذلك الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعد أبدا كتاب الله وعثرة البيت الرواية المشهورة التي يتناولها الناس ويتنقلها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وعثرة البيت هي أعلى في الصحة من كتاب الله وسنتي ولكن الناس اشتهرت بينهم كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعثرت هي أعلى في الصحة وأعلى في الدرجة وهناك قال العلماء وقال المفسرون للحديث والشراح لأن العثرة هي التطبيق العملي للسنة فأهل البيت هم السنة العملية هم الذين نقلوا حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله لأن كانت السنة اهتمت بالأقوال فأهل البيت نقلوا الأفعال والحركات والسر ممتد فيهم إلى يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة طلب منا المودة في القربة لا لأهل البيت ولكن لصالحنا نحن أو لصالح من يود أهل البيت لأن من يود أهل البيت سيتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وسهري فعندما نود أهل البيت فإننا نود الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نتصل بأهل البيت إنما نتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم فالذي ينتفع هنا هو المتصل وهو الذي أودهم من يود أهل البيت هو الذي ينتفع بهذه المودة أهل البيت لا ينتفعون بهذه المودة ولكن هو الذي ينتفع بهذه المودة وهو الذي ينتفع بهذا الوصل لأن بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيوضات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنعكس عليهم ستنعكس على هذا على من ودهم ومن ظارهم ومن أحبهم ومن يعني عاملهم معاملة حسنة ومن قدمهم ومن ومن كل من يفعل ذلك مع آل البيت فهو يعني مكروم بفضل إقرام سيدنا رسول الله وتنعكس عليه هذه الأنوار وهذه النفحات من سيدنا رسول الله على آل البيت التي تنعكس على هذا الوضع فعندما قال الرسول ذلك قصد إنما هو يريد أن ينفع الأمة النفع للأمة والنفع للعباد إنكم لن تنفعوا آل بيتي فكفاهم أنهم من آل بيتي سيدنا رسول الله وليست يعني تعلوها أو ليست تسويها ميزة من الميزة ولكن عندما نودهم ونقتدي بهم وواء ينعكس هذا النور وهذا الفيض علينا فننتفع نحن بهذه المودة وهذا الفضل وهذا الكرم برغم هذا لكن سيدنا رسول الله في أدبه وكماله قال لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني أنتم أنسى بكم وقال لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطعت يدها فأراد أن يضع منهجا للناس أن ليس فقط النسب وليس فقط الوجاهة العائلية وليس فقط لكن الناس أمام القانون وأمام الشريعة سواسية وهذا منهج عظيم لسيدنا رسول الله تستشعر حينما تعيش في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع في كل لبلة من حياته منهجا لحياة الإسلام والمسلمين لكن سيدي الفاضل لله معارج بعدد أنفاس الخلائق وطرق الله سبحانه وتعالى كثيرة لكن ليس الذي نواه له بالوصل كالذي أوصلوه في المستهل لا لا ولا الذي أوصلوه في المستهل كالذي أجلسوه معهم في المحل لا لا ولا الذي أجلسوه معهم في المحل كالذي صرروه فهو للسر محل لا ولا الذي صرروه فهو للسر محل كالذي هو إياهم فدع عنك الجدل الطرق إلى الله يعني محفوفة بنفحات كثيرة لكن أيضا فيها بدع نحن نريد أن نطهر هذا الدين العظيم من هذه البدع ونجعل معارج الله فكلمني على طريق الله الطريق السليم الطريق الصحيح الذي يحدث فيه الوصل والوصل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الحوار المسلمين بالمدد الموصول يا رب العالمين في الحقيقة يعني كثير من الناس طبعا سيدتك أستاذنا وسيدتك أعلم وأشرت إلى أنني أتحدث في هذا الموضوع لكي أوضح للمشاهدين وليستمعين هذه المسألة الهامة كثير من الناس يجهل أن الطرق إلى الله أو الطرق الصفية أو المشايخ الذين يحملون طريقا إلى الله أنهم متصلون بسيدنا رسول الله وآخذون القبضة من سيدنا رسول الله بالتسلسل صلى الله عليه وسلم فجميع أسانيد مشايخنا الكرام تلتقي في سيدنا علي ابن أبي طالب وكلها أخذت عن سيدنا الحسن والحسين وعن سيدنا الحسن البصري إلى سيدنا علي ابن أبي طالب الأئمة الأربعة القادرية والشازلية والأحمدية والرفاعية والدسوقية أيضا والطريقة النقشبندية أخذت الطريق عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا أبو بكر الصديق الذي أخذ القبضة والذكر والعهد هو سيدنا أبو بكر الصديق ثم أخذها عنه ابنه محمد بن أبي بكر الصديق ثم سلمان الفارسي وهذا ينتهي سند القبضة عند السادة النقشبندية إلى سيدنا أبو بكر أما باقي المشايخ ينتهي سند القبضة عن سيدنا علي ابن أبي طالب وتسلسل الإسناد والوصل يجعل هذا الأمر من الدين ويجعل هذا الزكر والعبادة من الدين والذكر والعبادة لا تأتي إلا بعد إتمام الأركان الخمسة وكما هو معلوم للإخوة المشاهدين أن البدعة في اللغة هي كل مستحدث وقد تكون بدعة حسنة وبدعة سيئة كما نحن الآن نجلس على كراسي ونستخدم مكبرات الصوت والميقات وما إلى ذلك فهي بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة إذا كانت الأمر ضار أو شيء من الأشياء الحديثة الضار أما البدعة في الشرع فهي مقيدة بأركان الإسلام الخمسة من أحدث في أمرنا حديث ستنا عائشة رضي الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي من أحدث في ديننا أركان الإسلام الخمسة بالزيادة أو بالنقصان لو زودت فيهم أو نقص فيهم في بديعة البدعة في الشرع لكن نعود إلى ما كنا فيه وهو الطريق إلى الله أهل الله أخذوا القبضة مماشرة بالتسلسل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وكان أنقى الناس وكان أصفى الناس هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم وكان يقوم من الليل حتى تتورى منه الأقدام فتقول له سيد عائشة لما كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا هو المنهج الرباني هذا هو المنهج الإلهي الذي رسمه الله للإنسان الكامل سيدنا رسول الله والذي استمده منه آل البيت وأهل الطريق إلى الله فمن يميز أو من يستطيع أن يفرق هو العبادة والعمل ماذا يأمر به هذا الشيخ هل هذا الشيخ متصل بسيدنا رسول الله في القبضة والتلقين وأخذ العهد وأخذ السند إذا كان متصلا في ماذا يأمرني يأمرني بأن أؤدي صلواتي وزكاتي وصيامي وحجي ثم يأمرني بالإكسار من النوافل والذكر ويبدأ معي بمراحل ترتيب في الزكر وفي العبادة حتى لا يمل الإنسان فيخرج من العبادة أو حتى لا تكسر عليه شراء الإسلام فيستسقلها فيخرج منها ولكن يكون هناك منهج تربوي في الترقي في أخذ الزكر والعهد والترتيب الأولويات حتى يرتقي بهذا الإنسان بأن يجعله إنسانا على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيخ أو هذا هو الشيخ الذي يعطي الطريق وهذا هو الشيخ الذي يعتمد أن يكون شيخا لطريق لأنه يقود السالك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضات الله أما من يأمر الناس بأشياء ليس لها علاقة بالدين أو ببعض أشياء من الخرافات أو من الخزعبلات أو ما إلى ذلك فالإسلام منها بريء وآل البيت منها براء وأهل الطريق منها براء فالمقياس من يؤدي أو من يلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة فهذا الشيخ يكونه على قدم سيدنا رسول الله ويوصلك إلى سيدنا رسول الله أما من يخالف هذا المنهج فعلى الإنسان أن يبتعد عنه وأن يراجع نفسه في هذه العلاقة لأن هذه العلاقة قد تأخذ الإنسان إلى جهة أخرى وقد تضطره إلى أفعال أخرى هو غنيم عنها ويعني من المستحسن أن الإنسان يلتزم بمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة مولد إمام الشهداء وسيد شهداء أهل الجنة سيدنا الحسين رضي الله عنه قبس وجزء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يرزقه بقد عليهم أن يقولوا لجبينه نور كمصباح بذال العالمين يا ذات الزات يا ذل الأذل يا سر السر منك نرغو وبك ندعو ولك نرغو حزبي الزات وكفاء حزبي الزات وكفاء حزبي الزات وكفاء أليس الإنسان إلا مسعى وإن سعيه سوف يرى نعم ثم نجزيه الجزاء الأوفر نجزيه الأوفر وأن ليس الإيمان بالتمني نعم ولكن مواقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أمان مغفرة خرجوا من الدنيا وليس لهم فيها حسنة فلما سئلوا قالوا كنا نحسن الزن بلى لو أحسن الزن لا أحسن العمل أي أن هذا الدين دين عمل ودين قدوة ودين سلوك قبل أن يكون مجرد دعوة وفكر ومنهج هو منهج ولكن لابد أن يطبق هذا المنهج سلوك معين كما أعطى سيدنا رسول الله الحظوة للعطرة لم يضم على أهل هذه الديانة العظيمة وأمته بحظة أخرى فقال سلمان منا أهل البيت نعم وسلمان فارسي نعم فكيف يكون سلمان فارسي ورسوله السلام عربي قرشي من بني عبد مناف ثم يقول سلمان منا أهل البيت وكأنه أراد بقدوته أن يقول أننا يا أهل الله كما أن بيننا نسب ودم فبيننا علاقة روح وعقيدة وربما تفوق علاقة الروح والعقيدة علاقة النسب والدم فإذا اجتمع النسب والدم مع العقيدة والروح فهليئا لمن جمع بينهم وهنا أريد أن تطرح حضرتك المعارج الأخرى لله والذين يرتبطون في محبة الله والأخوة بالله لا سيما أننا أمرنا من أحب أخيه فليخبره وأمرنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب له أخيه ما يحبه لنا عايزين نتكلم عن العلاقة في الله والحب في الله في هذه الأيام المبركة المنفوحة بنفحات الله في الحقيقة يعني أستاذنا سيادتك منفوح ودائما يعني كلماتك بسم الله مشوة تفتح أفاق وتفتح الأبواب للناس ليستفيدوا من هذا العلم وهذا الفضل الذي من الله به على سيادتك في الحقيقة إن الحب في الله والحب عموما هو أقصر الطرق التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى أقصر طريق يوصلك إلى ربنا هو الحب ولذلك قال الشعر إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله وسأله قال له متى الساعة فلما يجبه الرسول صلى الله وسلم علمها عند الله أو لا أعلم أو إن الله يعني اختص بعلمي بأشياء منها علم الساعة أو أو ولكن الرسول أجابه بسؤال آخر قال له وماذا أعددت لها الله يعني هو الرجل بيسأل والرسول سأله إن تسألني متى الساعة قال نعم وماذا أعددت لها فقال الرجل ما أعددت كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير حاج يعني معنا أننا بصوم وبصلي وبحج بس مش بأكسر من النوافل في هذه الأشياء ما أعددت كثير يعني فوق الفرد تمام كثير صلاة ولا صيام ولا حاج غير أني أحب الله ورسوله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يحشر المرء ما ما يحب يقول الصحابة رضوان الله عليهم فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام يعني أكثر فرحة احنا فرحناها أن ربنا من علينا بالإسلام ما فرحناش بفرحة بعد الإسلام إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت الله الله فنحن نحب الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونرجو أن نحشر معهم فالمحبة هي أقصر الطرق التي ترتقي بالإنسان وتوصله إلى أعلى الدرجات ولذلك كان الحب هو دليل الإيمان كما ساتك تفضلت لا يوم من أحدكم حتى يحب الأخي لا يوم من أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وبالنفسه والده وولده ونفسه لا يوم من أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه بما سهم فالمحبة هي دليل الإيمان وأيضا عندما ذكرت سيدنا سلمان الفارسي لأنه وصل من التقوى إلى درجة تؤهله لمرتبة أن يكون من آل البيت لأن هناك حديث أخر قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي يعني فكل تقي ينسب إلى رسول الله فهو من آل يخص آل محمد كل تقي كل تقي ينسب إلى رسول الله هذه مشارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم